المخالكة بتسأل في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة يسمين معزرة بتسأل عن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق إلى نهاية الآية الكريمة فهي بتسأل عن معنى كلمة المنخنقة فالمنخنقة سريعا كده هي طبعا الآية بتتكلم عن المحرمات اللي احنا لا نأكلها من أنواع هذه البهائم زي البهيمة اللي ماتت مخنوقة دي المنخنقة حتى بين من اللفظة من الكلمة إما قصدا بإنه ييجي أدم يخنقها زي ما بنشوف في بعض البلدان بيعملوا كده بدل ما يدبحوهم يخنقوهم وإما أنه حد بيعرضها لهذا الأمر أنها أو يخليها في موقف تنخنق فيه يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة فإحنا مش هينفع نأكل المنخنقة لحم هذه المنخنقة أو الموقوذة اللي هي ضربت حتى ماتت أو التي بتضرب بأي شيء تقيل مش محدد بقى تضربت بخشبة تضربت بحجر لغاية ما تموت دي برضو مش هينفع نأكل اللحم بتاعها أو المتردية اللي حريك سألتي عليها برضو اللي هي تردت يعني اللي هي وقعت أو سقطت من أعلى إلى أسفل فتموت من هذا التردي أو الوقوع فهنا دي برضو نفس الوضع اللي هو بمعنى الهلاك سواء تردت بنفسها هي حدفت نفسها أو حد تاني حدف كل ده من الحاجات اللي جاءت فيها التحريم حرمت عليكم كذا وكذا وكذا ومن ضمنها ما حضرتك سألتي فيه في هذه الألفاظ يا أستاذي ياسمين